تخيلي معايا تكوني عند بالك مزوجة براجل تاكت القايا راسكي ومزوجة بممو عمركم سمعتو بهذه ممكن آه ولكن باش توصل الدراجة متع أنا وحماتك تكون متسلطة وتحكملك في الصغيرة والكبيرة رها بزاف وما يمكنش المهم قو معايا باش تسمعو إلهام سكينا مناش دازة غير هو واش قبلات أنها تبقى وصدك الشي ودك الدل ولي اعتقات راسها هاد الشي هو اللي غدي نعرفوه في حكاية الليلة اللي هي عبرة للجميع سلام سلام مرحبا بكم على قناتنا اليوتيوب سلاميلي كنتم لأيكم تكونوا بخير وموركم هانيا حوالكم طيبة تحشتوني وحتى أنا تحشتكم بغيت غير نقول لكم هو اللي أول كونوا حاضرين ناظرين هاد الأيام حتى جايين حكايات بهذا المعنى الهربة وخسراحة المكراج بغيت نعرف من إينا مدن كتتتقبلني شاشاتكم الصغيرة وحتى الكبيرة إذا كنتي جي على قناتنا نقول لكم مرحبا بكم وكنتي من قد دار دار دارك ما تنساش أنك ضغية 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 ضغط على ذلك زر الإعجاب لتحلي ما سيكلفك حتى شي مجهود ولكن أنا كيشجعني ويكون هدية منكم لي أخير ما سأتلشى لكم أكثر ونقول لكم يالله لنبدأ أنا إلهام كنت من واحد العائلة اللي هي بسيطة ومحافظة كأخ لبية لبنات كنا أنا أختي وخويا بابا خدم في واحد المدينة واحدة أخرى مع المخزن وكنت يخلي ماما اللي كانت ربت بيت مع دارهم وهما اللي كانوا كيكرفسوها بالسحر وبتشاويل ذاك شي باش كنا ديما في المشاكيل وكبرنا وسط منهم وقت ما جاء بابا كان كي نوض ما بينه وما بين ماما نقاشات ولاني ما كانش صراحة الخطرهم ورغم ذاك شي كامل غادي نكبرو متعلقين في بابا الواحدة درجلية كبيرة لأنه كنا قرابين منه وبزاف خصوصا أنا كانوا كيعيطوا لي غير بنطباها من صغري ديما خارجا معاه ومعلقا فيه حتى كبرت بابا من نوعلي وكي يهتم بالتفاصيل لدينا حين البنات ولو كانت صغيرة وبسيطة غير مثلا إذا جاءتني الدورة الشهرية كان كيساب ليز عطار كيبقى حدراسي وما كيحشمش أنه يدوي معي في هذه المواضيع المهم قريس حتى وصلت للباك وفي طول ديك المدة كنت أنا أختي ديما كنت لقوش حاجة مرشوش قدم بابا الدار وعائلة بابا كانوا كي يديروا لينا شي يعجب هنا واختي كنا كالقوش ناسل والقفولة وعلى ذكر هاد الجملة واحد النهار كانوا عيطوا علينا عائلة بابا وقلسونا في الوسط نتعد دار أنا واختي كنا مازال باقين صغارات حطونا في الوسط وتلقوا واحد المجمر ودرت لينا واحد عمتي يزيف خضر على ريوسنا وحتفت فوق منا القفولة والسوارت وقات لينا شفتوا هاد القفولة راني جامعهم من السوار الحدي المغريب كامل واجيبهم منهم وفعلا من بعد وحنا تنكبروا ولا الليجا يخطبنا كيرجع في حاله متى حود شي يجي اختي كانت تبعات واحدة راقي حتى برات وانا كنتم تبعاء غير الصلاة والأذكار وكان رقي راسي بالماء وكان ذهن وتكونت عندي واحد الفكرة انه الليجا ما غديش نكمل معاه المهم قررت الباك ديالي وشديته ودخلت للجامعة اللي ما عجبتنيش ومشيت تقييت في واحد المدرسة اللي متخصصة في الحلويات وفي اول عام نيت واحد نهار كنت دخل الفيسبوك وغدي يصفت لي واحد دري طلب صداقة عادية فجدخلت للمعلومات ديالي وغدي يلقاب لانه دير نفس الشعبه ديالي قبلته حتى جلت ربما نحتاجه في هذا الشي اللي غدي نقرأ فيه ولا يلا بغيت ندير شي استاج يعطني معلومات يعطني افكار الله واعلم غدي بقى كل مرة كي يصفت لي انا نتلاقاه ولكن انا كنت كانت تهرب حتى الواحد نهار قالوا لي انه في مدرسة بلانه غدي تخرجه استاج وانا غدي نسهوله عافك فلان راني ملقيتش في ندير استاج شو تقدر تقصار حاليا فين قدر نمشي شو في انا راني كنت كان خدم في هاد الفوندق فلاني والشاف دياله كان عارفه مزيان غدي نمشي اندولك معاه وتتوكلي على الله وهنا غدي يستغل الفرصة باش انا ويتلقى معايا باش انا نعطيها الكونترا اللي غدي دفعلي بها الوطيل اتلقيت معاه واجبت هالي هضرنا شوية ومشيت في حالي دخلت الستاج وبدأت فيه وكنت صراحة داخل سوق راسي كانوا الابنات كي هضروا مع الدراري وكيضحكوا وانا كنت غير جارة رسلتي ساع واحد شاف شافني امه وقال لي يا راني بغيت تكلم معقول لكن ما تفهمتش انا وياه في الشروط وما كملتش معاه المهم انا واحد الوقت نقيت الفيسبوك ديالي من قاعد الدراري وحيتدك الشاب لي كالقى لي هاد استاج سألت قريتي ونشد ديبلومي من بعد سألقى من جديد الرسائل من طرف الشاب يلقى لي هاد استاج وفي امتي يقول لي بغيت تلقى بي باش انه يشوفني انا كنت كنت تهرب منه وكنت اقول له ان شاء الله فاش نسالي واخه واحد نهار قال لي نتلقىه نهار اثنين فاش غادي نكون قلس ووصل ذاك النهار العشية وبدأك يعيط لي وكي يعود ما جاوبتوش وكتلي بلي انه ما غيريش نقدر نخرج من امورها بقى مصدعني وما ستسلمش طلال لي ايه الدم وكتليه فلان انا را ما نقدرش لن تلقى بيك ورا نخرج معاك ولا حتى ندخل معاك في شي علاقة اللي ما عندها حتى شي سمية اذا انت بغيت المعقول دارنا را نوريها لك واذا بغيت تفلع لي فما عنديش هذا العلاقة لها وقت قال لي وخاصة انا ما كنتش مع امرا صراحة بالي بهذا الشي لانه كنت نقول كيف تراليا معلولين غادي تراليا نفس الحاجة حتى مع هذا واخا كان يدوي معايا بالمعقول دست الايام وعود صفت لي شوفها الهام انا را اني بغيت المعقول خلينا نتعارفوه نهدرون غادي يقول ليه بلي انا واباها مات واخوه انتحر عقلوا على هاد انتحر لان انا غدا نراجع لكم فيها في القيصة وقال ليه بلي انا وكينا غير خطو لقربة زوج وبينا والوالدة ديالو غادي تبقى ببحدة والشرط ديالو انه ما يقدرش يخليها انا قلت ليه اذا احنا تفهمنا ما عنديش شرط انك عمرك ما تحبس عليها والدية اكيد لا عمري ما سوف نحبس عليك وقت ما بغيت تمشي عندهم سيري حيث كانت ما بيناتنا غير واحد طورة 10 دقائق بغتي تمشي وقت ما قال عليك راسك ما ديش موسكيل واذا بغتي ممي تدها معاك موين بيناتكم انا ذاك كانت ماما في رمضان جاءت ودستو 11 ايام 15 اليوم وقال لي يا الهام اراحنا في الأسبوع الجاي غادي نجول عندكم انا استغليت الفرصة مع احد خالتي ومرت خالي كانين عندنا كلفتهم انهم يطيبوا لي قلت هالي وبقى علي لا التعارف راك يكونوا فيه غير الوالدين وماشي العائلة كبيرة قلت له لا راشدينهم غير باش يطيبوا لينا ويتعاونوا معنا نكدها حليا حتى زيت كامكي وبقى علي صاف يسمحي لي وهادي وهادي المهموصل ذاك النهار ديال التعارف قلت هالوالدية وستقبلوهم وكبرنا بهم ودرنا اللي علينا وعجبهم الحال وخرجوا في حالهم وقال لي خالوا شوف البنت كتبان الله عمرها دار واحتضرهم كذلك يوط الله في البنت قال لي صافيه ان شاء الله يكون خير هنا بدينا في التحضيرات ديال العرس وكل مرة كنت كنشري شي حاجة كنوجد بها الدهاز ديالي فهو قال يابلي انه ما نقدرش نشريك الدهب حيث اشتبعني مصاريف اخرى ولكن من بعد غادي نعوضك وغادي نديرليك ونفعلك وبقاك يوعدني وقلت لي ماشي مشكيل نشريه غير الخاتم وقلت لي الاساس وهنا بدينا في اي حاجة بغايت نشريها للي ما كان شغاليا تيقول لي لا ره ما عندي جدابة وخاصك تنسيلي لهم المهم دك الدهاز ما كملتو حتى تخرج لي عقلي بقى لي شورع لي ودهاز رمتي همش مورال العرس حيث كي بقى غير المعقول وغادي نطلع فيك وغادي نديرليك شهر ثمانية غادي يقول لي نديروا العرس في شهر تسعود انا رفضت قلت لي حتى لشهر واحد لماذا نزربو نخل وقتنا في التعارف بقى لشهر تسعود وشهر تسعود سيقول لهم في الدار وتخاصمت انا وماما علاقة بالموضوع مركم مزربانين وانا ما بغيت كي تمشي حتى نديرلك شي حفيلة بابا يقول لي يا صافي تهلوا في هذا الشي وشوفوا معاه وعلى حساب خدمته واختروا ذلك الشي اللي هو مناسب لكم ماما قلت لي ما غاديش نصفتك بلاش غادي نديرك واحد القليصة بالعائلة ومشات خرجات شرعت لي برسلين تعدهب وقالت لي ما كيللاش نصفتك بلاشو تعاون اخويا ومرتو واختي وبابا وماما انه كل واحد اشنو اعطى وقدرنا فضرب صداق واحد القليصة اللي فيها كل شي في واحد الفيرما اللي كانت علاقة للحال غادي يتناقش معايا فاشعرف بلي انا وشنو ذات ماما حشاش بغي يجيب عائلته كاملة وحتى صحابه وانتا نقول لي وكان شرح لي بلي انه حنا وما عرضيش على العائلة كله اللي مالي العرس في الاخر فاشطلع اللي يقدم قلت لي عرضيش يا اخويا جيب اللي بغي سيسوق هاداك وصل نهار الموعود والناس ديال ماما جاوها كتار وهو عائية العائلته كلها اللي جايبين معاهم مولاد صغار وما فاششف داك السالون عمر بغايت ترثق صدمات الموين في الاخر تحكنا وشتنا وبابا فرحان بيا وكيشتاح وداز داك ليلا باش ممعط الله ساله داك الشي وقبل ما نسافر انا وياه مشينا لدارهم نقولوا الله يعاون لمو في هذا اللحظة غادي هضروا وياها بيناتهم ومعرفش شنو قالوا حتى سافرنا وقال لي يا انتوما ما كبرتوش بنا وداركم ما ادوهاش في عائلتي ومامك ما تتوقتش الماما سمع السي ماما راستقبلات ماما راستقبلات ممك وسلمت عليها وحتى اذا ما جاتش لعندها را الله يحسن العوان را كانت يديها بوحدها وعمرها وكانت الفانة وقدور غير بوحدها هذا الشيء كله امور العرس ما قالوا لي حتى جلسنا مع بضياتنا ولكن حتى مشينا لدارهم وشرت له امو فودنيه عدتي المهم في السفار ديالنا سيلاحظ بأنه كل مرة يدور ويعود لك كل شيء بالتفاصيل شنو كلينا؟ شنو شرينا؟ والتي يقول لها بالضحك هاي غادي نجيبها لك دريلات جنيد لقيت انا وما كيحترمش حتى من الخصوصية ديالي بعد مراتا نكون بالفوطة ديالي خارجة وكيدوزها لي في مكالمة فيديو سننظر فيه المهم سالة شهر العسل سنرجعهم من السفار وسنجد اخوالاته باقين قاسين عندهم في الدار سيجيب قاعدوك الهدايا اللي كنشرا وسيبقى كيف يفرقهم عليهم امو ما تتحضر معي واذا كنت لها شيء ما تجاوبني سنطلب منه باش انا ويديني لدارنا باش نجيب حواجين اللي باقين سيجيب معي هو امو ووجمعتهم وفاش كنت خارجة حال بكيت على الفرق ديال الواليدية وماما كنت بكي حتى هي غادي تنقص حماتي وغادي تقول لي ها يوصيري معا حسن درنا عين ميكا وقلنا يالله بسم الله ما كيلش نشبتو المشاكل فاش راجع الدار بقا تقول لي يا امو اراها باقي الحال اذا بغيتين نرجعك ماشي مشكل انا غير تنبكي وسكتا وهنا عاد فين غادي تبدأ حكيتي حاصريا قلت اذا قلتنا في الطبلة ديرين عليها ودويت معاه ما كيجاوبنيش بحالك ندوي مع الحيث لكن اذا دوى معاه شي حد منهم كيتجاوب معاه وكيضحك غادي تديرها اليام مره مزوج وغادي نقول ليه شوف انا راني خليت دارنا وكل شي وجيت عندكم وانتو مكدروني بحالة ما كيناش اذا تقلت عليكم الله يخليك عفاك غير قول لي نمشي في حالي ما كيلاش بقا قلسانة وستكام بكي بدك يقول لي اسمحي ليه راني تنحشم منهم ذاك شي لاش من بعد واحد صاحبتي اللي في الاصل هي بنجيراننا سكنة في الخارج وعاونتني في الدهازي تقدت لي منتمة غادي تعيد لي ماما وغادي تقول لي رافلانا عيطت لك في السبوع دي وولدها صافي وخا انا قدتها لي باش اناه يعطني الايدن ووافق غادي نكون في الجقوزينا تنغسلم معاين وغادي تقول لي حماتي شي حاجة باش انا نديرو هذا النهار دي الجمعة نطقت على نيتي وقلت لها خالتي راني معروضة قلت لي كيفاش؟ اه راني معروضة الواحد تسبوع انت على صاحبتي انا وماما لا ما غادي تنشي يا اختي علش؟ راني قلت هالفلان وخلاني لا هذاك ما عارف ولو وانتي دابة تزوجتي والتي محسوبة علينا احنا غا تنسي عليك الصحابات وديك معروضة هنا ولا هنا هذا الشي منوع وما منوع انك تخرج مع اماماك واختك وغا تبقيت ماشي نداركم مرة في شحال ومتحت الاذن ديالي علشو انا دارنا ما بيني وما بينهم غير شنطي نسي عائلتك حتى هما فين مخرج تخرج معايا وفين مابد تباتي معايا لا خالتي انا ممتفقش على هاد الشي مع فلان اسمعيا الهام هادك رامعرف ولو رامازال خاص لنوريه اللي جاس يضحك عليه بديت مكي وقلت لها احتياجي ونشوف هاد الشي جاسخته كتعنق فيه كتكتني وقلت لمها هادش رابيناتهم وماما ما عندكش الحق انك تدخلي فيه انه جاسو ولته اعطيك غير قول لي ماذا تقرر في هذه الزواج واشنطة او ماماك حتى شاشنه قلت لي ابداك يضحك وقال لي لا تضحك عليها را غير كتادر المهم مراعي اختي وقال لي اجي باش انا كي ادري لي واحد الماسك الشعري وقال لي سيري في هذا الوقت هو يمشي مع امه جدا الواحد العربية مرسسة جالية وهنا عزيتي راجل وحطتي واحد اخر قال لي ادريف برك بلي انه ما غديش تمشي السبوع علاش هكك بقينا كنت نقشوش حال وقلت ليه راه ماما كتدور لي وكتقول لي بللي خاسك تمشي حشوما عاد هو باش خلاني نمشي غير حطت رجلي في ذيك العراضة بقى مصدعني وريني نشوفها شمي لابسة وليش محيدة الفولار وخل عيالة بناتكم خليها المهم عودتاني غديم كداء علي قال معروضين الناشطين والحيحة نايضة وانا شد غير واحد دركنا وديرا يديح حتى بدأوا يسولوني الناس مالك يا كم حاملة رجعت للدار عندهم وانا بدأوا معي الحرب قولا وفعلا اي حاجة قدرتها امو ما كتعجبهاش مال هذي ما مخصولهش مزيان جفي بيديك مسحي الغبرة خرج ذاك لقنت علش هذي ارتلاع بحال هكا وعلش هذي بحال هكا انا تنشقه هي وقفة لي غير على راسي ما جايبهش مرت ولدها ولكن جايبه خدامة عندها كنت كنصب بالراسة وتنقول نمشي مع عشقها ونتعلمه ولاني في ذاك الوقتها اره ما يمكنش كان اخوالاته وجده فش يجيو كيددخلو في كل شيء وانا باقي ما زال ما مولفاش وما ساخياش بدارنا وهو ما مصوقش صباحتي فيه قنيوتي يقولي يا نوضيت خدمي زع ما نوضيت شقاي ذال هالي شحان مرة وسكت تلواحد الصباح ودرت فيه علش كتقولي بحالك يا اخويا المهم تنبغي نقلس معاه شويا ذاك الصباح قبل ما يخرج للخدمة بحالك على العيالات ويبقى يقولي يا سيري شو في شي حاجة تديري ما تخليش ماما بوحدها ويبقى علي نديري جهدك معاهم وديري بلاستك وسط منهم وشقاي باش انك تعجبي ماما وديري ليها وفعلي ليها وحتى من الخرج كان يخرج غير بالزلس حتى كان بقى كانت طلب فيه وفاش كانت خرجه يبدأ يقارني مع العيالات شو في هذي فصلت هكي في ديره وراه هكا كخصتك تكوني تخيلو غادي عقدني بقوتما يقولي يا مارجلك قصار مار هذي عندك ديره بحال هكا وهذي ديره بحال هكا سيبدأ نقسمني في كل شي والمشكلة انه بلا مشكر راسي ولا اني حسن منه بزاف وش حام واحد بغاني للزواج وراجل عليه ولا اني اختاريته عليهم قلت هو ضريف وغادي عاملني بزيان ولكن كان بغي غير يضمنني ما بيني ديه فاشان قولي ها علش تبدلتي ولتي بحال هكتي يقوليا خاصني يكون معا قاسح باش تولفي اش غالي نولف الله اعلم وعلاش الله اعلم انا هنا بديت كنحس بوحد الفراخ كبير والوحدة حياتش مكيناش مع عائلتي وهم ممسوخينش ليه في ديك الدار وليت كنحل العيني الصباح وكنقول ياربي نكون غير تنحلم تم دخل الباركون ديالبيتي كنبقى كنبكي فيه حتى كنشبع وللمرحدة اعزكم الله لانه حتى في بيتي ما عنديش الخصوصية ديالي اذا سديتو كتجي كتقولي علش سديتي حليه ويأتي ويدخلوه يحلو لي الماريو والمجورة ديالي وفق من هذا الشي ما يعطني واحدة اشي ريال ادخلوش معا ماما هي كانت تخلص علي الطاكسي وكل شيء فاشتنقولي راني تنحش مخلص تقولي كتولي كتعطاني تقولي لا رهانيا غير ماما هذي كرع هذه فاشتنقولي ديني نشوف وليديا ولي دارنا تقولي دابا انسي علي داركم حسبي راسكرا كي عيشة في اوروبا حتى نهاري يقولها لي راسي ديالك ساعة انا اللي سنتقل تمشي كنتكمش وكنسكت نقول حتى نشوفه فين غني يوصل هذا الشيء وقررت انني ما نطلبش منه هذا الطلب حتى نشوفه قاش غدي يقولها لهذا كراسه واش غدي نبقى فيه عشرين يوم من بعد حلف لقالي يا الله لداركم عيت منصبر وفاشمشيت قلتها لي قالي يا حتى نشوف كيفاش اخويا حتى تشوف انت راموك عايش معاها وكتشوفها كل نهار ذكشي باش ما غليش تحسبيه بقى يضرب لي بسبعه فراسي ويقول لي انتي خاصة تدخلي الراسك باللي انهو تزوجتي انسي علي يداركم مني بغيت يوم ذلك الساعة يوقل سيحداهم وليس غير قاسه وتمكي واحد النار كانت انك يدخل من الخدمة وكان ادخل مع صاحبتي في الواتساب ويتسمع ديك ترين ترين تاع الواتساب جمع الخدمة مشي بتلحويجو ازيت انا التليفون دياله ومعاشا كنت بغا فيه ورقيت خالتو كاتبه ليه وش انت اللي كنت تدوي مع المادام سولتو علش هي مصفتة له هاد الميساج حيث كانت معانا في الدار لا لا ارمانو اتوالو لاغذيو احنا قالتين غادي تقول لي يا واش عندك الصاحب وبدو كده اضحكو بقيت خيرتا نشوف فيها فيما مشت امو كتجرني معاها واذا باتت تقول يا باتي معايا لا ارمي مكنش لي نخلي رجلي بوحده لا خاسكي تباتي معايا انا رحمتك وهو اصلا غا يقول ليك سيري مع ماما فيما هي بغات ايه ما نفهمه باللي انا وعندي عائلة وعندي رأيي والعلاقة ديالنا خاص لي تحكم فيها انت وانا ولكن وانو تقزمت وكانت توضى وكانت صلي قيام الليل وكانت بكي وكانت طلب من الله انه يدير ليشي تاولي ديال الخير وكانت يشوفني غير تنساليتي يقول لي ما كنت تدعي لي وقلتي حسبي الله وانيعمل واكل فيك عرفتش شنو صافي غير سمحي لي كل شي تيرجع كيف ما هو غادي نرجع معاكم دبل النقطة اللولى ديال الخوه كيف كنت لكم بلي انه انتحر كل واحد وشنو تيقول كيني تيقول بسبب انه كانت تعاطى مخدرات وكيني تيقول بسبب امه اللي كانت غير تابعة حتى كنت تتخنق منها وكيني تيقول بسبب السحر من طرف عائلته وشد في الولد تيقولوا بلي انه نهار لقاوها مقتول فقط مع الصباح امه اللي هي حماتي وجمعات الدار ورقاتها ولبسات جلابتها وما بكات شو مطيحات شو الدمعة تيقولوا بلي انه الولد لقاوه يديه بالزوج مربوطين ومعلق في واحد الماريو وشكوا البوليس في السيد اللي كانت مسوجة به حماتي ودعوه ولكلقاه بلي انه باريء وهم ارجعوا بلي انه رواقي للدري كان مسكون ذاك شو باش تعلق بيديه بالزوج كل واحد وشنو تيقول المهم تيقولوا بلي انه نهار اللي انتحر فيه كانت عنده الطيارة الواحد دولة عربية في الغاضي يخدم فيها لكن شاء الله وكانت نهايته بها الطريقة غير باش تعرفوا هاد الام كيفاش دايرة اصلا انا كنت كنت تطلع في راسي كان قادل راسي وما كان خلي ما ندير ولا اني والو ما تنبنش له وخان دير اللي درت في الاخير بالنسبة لي ماما اللي كتعرف تدير كل شي حتى فقدت ذاك الشغف انتع ان انني اديها في راسي فاش يقول لماماها رأي الهام درت كتقول لها يكما يتحب لك هي امك رامك اللي غدي تهزك وغدي تدير لك قلت انا هو ما عنده شخصية قدام دارهم ما بقوش اصلا كيتسوقوا لي قدامه يقدروا يقولوا لي اي هادرة وهو كاين هانية عنده واحد النهار نيت كان صبح ناعس باستجلابه ديالي ومشيت نتقده كنت خارجة وقلت لي امه قدامه وهو تيفطر وشي ضد اصرعي كيله همشي واحد واشتجو به ويات يضحكو خالتي ارجع الله كنت كان حاول انا انتقرب منه نقلس حداه وكان يقول لي يا سيري شفي وكان يقول لي اي قدامهم هذا الشي بشي ضحكهم كان يقول لي ما تبقاش الضحك معي وقدامهم بهذا الضحك لا راني غير تنشد فيك وعدنا رخته مرضات وقلت لي سيري اعطي الاختك باش انا تدوز وتشري الدواء قال لي يا رخ دام اتمشي تشري الراسة عن فلوسها اه وخاخت ما رختك بحسوبة عليك يعني وخاة كانوا يصرفوا فيها الشر كنت مكان جبدت لعيب معهم وخادخته صراحة كان تحنين علي كانت مرة مرة تخرجني وكانت دور في ما اذا شفتها عيقات عليها لدرجة تقول لي امها ديت لي يا ولدي ودابة بغد لي حتى البنت هذا خطوق من ما تزوج كانوا يعيطوا على خطيبها كل مرة يتغدى عندهم ويخلي واتلبس اللي بغات وتبقى في الظنقة حتى النهار كامل ما كانوا شي حاسبها وانا فش كنت تقول لها علشا خلتي مخلي البنت بيتها وكانتقول لي اذا تزوجتي وكانت تبقى هنا وانا ما كنت خلينيش نمشي عند الضارنا نشوفهم اللي سكنين عشر دقائق حدايا صدماتني قالت لي انا بنتي حالة خاصة وكانت انجلس وكانت فكر شو تزيد عليها من نهار الدوج وكانت غير تهم بكي وحالتي حالة وهو ما مهتمش وما مسوقش لي اصلا ما حلتي ليه ما حلتي لامه بنت هوا ما كنت تستحملهاش كيفاش انا غدي نوض نستحملهها صبر على جميع الجوانب فيه ولكن والو اشي اللي كدير راه ما لايقش رد البال انتي بغي تنكدع عليها هذه هي جملة اللي كان يقول ليها غدي نتختم انا وياه تختم الي كانت كبيرة لماذا لم تخدتينيش نمشي لدارنا قلت لها انا متنزل على بزاف جال حويج حتى انت عاوني تنزل على شي حويج اللي بساط لا انتي بغيت سيطر عليها انا او الرجل في الدار واللي قلتها تكون فهموه السيطرة من صغروب اللي انه ابسط طاب قلت له امرتو خصو يقول عليه لا غدي نجمحه ويجي باش انا يمشي في حالي وفي بلص ما خالته وامو يتدخلوا بشي خيط بيد الذوق يقولوا ليه بغت تمشي لدارهم اديها ولا عيت لها اعلبها يديها دابانيت غدي تجو خطو من الخدمه اطلقا النيضة الهيلة في الدار غدي تهضر معايا انا وياه نعنى الشيطان ومن بعد ما كان كيعطاني حتى شي درهم هي تالية ولا كيعطاني خمس منية درهم في الشهر اللي كان فيها كل شي ديالي حتى اذا خرجت مع امو كنت انا نصرف منها عينما انا وكيشد عشرالاف درهم من الشهر وما عندو لا كراء لا والو ولا حتى حاجة وباخيل قمة البخل واحد النهار من بعد الخطوبة دي ادخته قلت له الدين الدار هذا الطلب اللي كان للمرة ما لا نهاية قال لي يا صافي حتى النهار الجمعة وغادي ينتيك جاء الخمس وفكرته بغضاء وهو يقول لي نعسي نعسي سكتينة هذا الشيء ماشي وقيته دابا في الصباح قلت لي امو واش ممشتيش لداركم رافلان قال لي يا واش نضيئ لها مغضاء اي حاجة كتوقع كنت تلقاه في خبار امو او بالاحرى امو اللي تعطيها اه ولا في ذلك الدار كنت كنحاول نخرج انا وياه نفهمه وتنجي تلقى بلي انا وامو فرصها كل شيء وبعد المرات كانت تطلق لي المعاني وتنقول ويلي كيفاش هذي تيوصل هذي كله حتى تتكتب لي انا وما كيخبيه لها شيء حاجة كانت واحد الموال مو ديما كانت تفطرني بي وتعشيني بي وتغذيني بي بحشي يصير انت تعدوة كانت تقول لي انا مرتخويا واحد نهار مش راتل دارهم وديناها حطيناها وزنا حتى ولبها كي يطلبوا كي يرغب فوق من هذي كله ديما فيما في غير السحر عندك تسحري له عندك تبغي تسيطر ويتقول لي عندك تديري لي شيء حاجة رانيتان حسي اذا شح دار لي شيء حاجة لقد اصدرت وحد النار غادي ديروا لي واحد تمثيل لي كامت خاطرة دارت خالته بحيلة طاحت ويرد قل لي عندك تديري لي شيء حاجة رانيتان عارف كل شيء هو رد معي البال في اي حاجة واذا يجب الله عدد علي وداني لدارنا تدير بحيلة يحط لي تلفوني فساكي ويبقى يقلب ليك مهز انا شيء حاجة ودارنا عمو روك لا فيها من نهار قلت لي أن أردت لي شيئا حتى تدوجتك حتى لا أقل حتى تدوجت بك واحد نهار مما تلقت مع ماما في السبيطار وجرت ماما بالزز جابتها وقلستها في الصالون وبدأت قلت لي يا رابنتك من نهار رجعت ولا كيت قادر لنا الصابون ومما علمها تقتصد ولا حتى الطيب الواحد غير ما يسحر شو ما يوكلش قلت لي يا ماما شوفي عفلانا أنا ما غاديش نود نخسر العمرة ديالي وعلاقتي بربي على قبل شي واحد غيرت هنا من هذه الناحية كنت شوفيش حال داره لي ولكن أنا ما مسوقش خلت ماما قلتها في الصالون وجات عندي الكوزينة كتسمع في ماما علش هذه ما مخصولاش علش هذه ما محطوطتش هنا علما أنني كنت نقول لا الله يرحمليك الوليدين يا خالتي عمركي ما تقولي لماما شي حاجة حيجاش هي مريضة وما نبغيش نفقصها علش هذه ما مخصولاش وعلش هذه ما فعلاش ما رضيتش خالتي الله يهديك والو واحد نهار كنت نقلب حتى عييت على واحد من الملابس الداخلية ديالي وهي من ذلك النوع اللي حتى شي حاجة ما كنت تقفل عليها في ذلك الدار أنا كنت معلقها في البالكون ديالبيتي ما رقيتوش وصولت عليه قالت لي ما شفتوش مشيت لدارنا وهي الضور وقالت لي يا راني لقيت ذلك الحاجة اللي كنت كتقلب عليها مع حويج بنتي صافي أخلتي شوفي عندك تحاب الكراح نسح للك فيه ولا ديرين شي حاجة حنا ما عندناش مع هذا الشي طرع عليها الضغط السطح ممنوع التليفون ممنوع وإذا بغيت ندوغير مع أماما كتقول لي حتى تمشي تالي الشغل ديالك الخصوصية كانت ممنوع عالية في ذلك الدار هو غادي نطلب منه أنني ندخل للصال باش ندير الرياضة ماشي محبة في الرياضة ولكن غير باش نهرب من ذلك الضغط ديالي قال لي يا سيري شوفي مع أماما إذا بغت سيري قلتها لها قلت لي يا سيري غير للصالون تريني فيه ببوحدك كنت كنقلب دائما على شي طريقة باش أنني نتلها فيها عيت ما نقتر حاليتي يقول لي ذلك شي غير ضرب عليه علما أن أقبل الزواج كان مصدعني سيري خدمي ما خليت مادرت أولو شوفي مع أماما سيري عند ماما تل واحد النهار غادي تمرض لي أماما وطلبت منه أنني نمشي لعندها نجمع لها الدنيا ونوجد لها متاكل مشيت كنخسلم معا وقالت لي يا يلا معي السوق محماتي لا راني غادي عند ماما نجمع لها الدارة مريضة مسكينة إيوا أكوك انت يا للا قاسة أحلى بركي غديري إيوا ديك ساعة خلتي حن الله لماذا سأذهب؟ سأذهبت لك الثانيين سأتضرب الدم مع البوتاجين سأقول لي زوجة الكلمات سأختاري داركم يا دارك ضحكت وقالت لها ويلي أخلتي أرى دارنا بطبيعة الحال وليدي يكبرني وتعبو عليها قد تغوط وكتنقر أنا سأحيط على مرة أخوية عاوت لها شنو دارت وقالت لها رعيقات سأقول لها أخوك دابا سافي واخا قلتها لي وقال لي سأذهب ونطلقوا عند ماما سأذهب ونطلقوا ونطلقوا شيء ضروري أذهبت للدار وانا حالتي كنت تلعز بسبب أم وغيرتها بك ومعتذراني سأذهبت المساج للرجل وقال لي أخويا جاي عند ماما أجي انجلزو مجموعين نجمعوه قال لي واخا ويمكن شا تشاور مع أمو ولا دورها مع راسو وعود قال لي واش بغ أخوك غير تشوفو ولا نطلقوا في شي حاجة قطع لي أخويا عيامي صوني لي متى يجوابوش علاش حال عاد جايبوه ويقول ليه أنا مرض وما قدش نجي خليها مرة أخرى يعني من أنه الدار كانت تحدى الدار واخوه يرجع في حاله وطلع لي الزعاف وعيط ليه الرجل من بعد وقال لي رأى إلهام كترد علامة والهضراء وما كتحتها رمش أنا بقيت في دارنا حيتاش مرضت وغيرتها نرجع بسبب الأعصاب والفقائص دخلت في واحد الحالة اللي كانت الصعيبة وما قدش يسول فيه لمدة عشرين يوم تل واحد النهار قل ماما وقال ليه أجل الدار نقلسوا انتفهموا شوف أفلان جيب ممك وجينا الدار نهضروا واخوة نشوف قطع وعود دور ليه وقال ليه اوه يا كانت ما حيت كنت نسمع فيها تقول ليه قل ليه غادي نقول لك اذا ما جيتش اليوم سير الله يعاونك واخوة الله يعاونك واخوة غادي نصفت ليه باش نقول ليه نديروا طلاق اتفاقي قال ليه يا الفعلة يا تار كادرتي المامو عصبتها وما خلى فيها خير اللينسا أفلان بلا سبان اراني صفت لك باش نقول ليه انا انا نحبس هذا شيء حبيا غادي بناك اقلب على شيء محامي اللي بدأ معا الاجراءات حتى غادي توصلني لورقانتاع الطلاق كنتم هي على هذا شيء ولكن انا ذاك صراحة حسيت بواحد احساس خايب ديش الشمسة قلت تمكي وما مكت تخاسم علش كاتبك شو سي اصلا منين عرفتها شموكات سواع روخي وزنك بالذهب والله ما غادي نخليك باش بقى مازل ترجعي المهم لقيت اخوتي وصحابتي ووديتي في جنبي وبابتي يقول لي قلت في داركم معززة مكرمة ما يخصك حتى شي خير في داركم انا كون عارفته في حلاكة ما نخليش انه يحتوي عندي باب داري طلقنا وتقزمت حيث تعلقت بيه واخا ما كان شي ساهل لازعلي ديك المدة صعيبة والليس ما كان نعش وراثي بغي تفرقع واللي انفعني انا ذاك وكنت كان نود وكان صل وكان دير قيم الليل وقرأ قرآن كان صل وكان بك وكان دعي الله انه يخفف عليها ماما تفقصات وبالفقصة جاء هورا في الثالث ييلها اللي يقوا فيه السرطان ودرت العملية وبقيت معا قابلتها وتقزمت من مرادك شي وفقدت من جديد الوزن بوح الطريقة اللي كانت رهيبة بابتي يشوفني حالتي وكذلك ماما بابل درجة عنده بكاء على ماما وكيقول لي ياخد فيه الحق ومرضها وعمرني ما غادي نسمح ليه بدك يبكي بحال شي مرأ وخاكك كان كله نهار بابا يجي كي يطلع ليه وكيقول ليه عندك يبقى فيك الحال راه هادك ماشي راجل واذا خاصتك شي حاجة انا معاك هنا اليوم داز علاد شي كله الحمد لله عام واشهر وانا اليوم وليت بخير ولقيت خدمة وانقزت هذا المرحلة اللي كانت صعيبة انت على الفراق وتأكدت بلي انني مانستهلوش عائلة بابا اللي كرفسوا ماما تعيطوا علينا وكيتلبوه من بابا تسمحها شنو دوزوا في ماما وابلي انهم بغاوا يشوفوها فارسمحوها مرضات ولكن احنا نرافضين نهائيا وقتعنا التواصل مع بيناتهم لانه اللي دازع لنا وشاركتو معاكم كان مختصر مفيد لانه وماشي هادك هو الاهم انا ناصحتي لأي وحدة كتسمحك ايتدابة اي وحدة بغت تزوجه هو الاول اذا قبيلت مش شي وحدة انها تسكن مع لان الحماس ديالها اول والتول على دارهم كيفاش ديرين واذا القد كيفاش تبعد غيكون احسن لانه في الاحتكاك كتبن حقيقة المعادن انا ممور اطلاقي صراحة جوني عروض زواج ولكن حسيت براسي بلي انني مازان ما بستعداش عاطي الوقت لدارنا وليا وعرفت بقيمة عائلتي هذه هي كانت حكايتي وهذه هي كانت حكاية الهام يا سادة يا كرام شو كنت فيكم عاشت نفس الحكاية شو كنت فيكم كانت الهام لي عايشوا وسط السجن والمرض وفرقوا الله على هاد الناس انا كنقول بلي انه خاصكم تعودوا العرث ولاني العرث ديال العذوبية لانه لو كان استمريته لكانت تكون لكم هذه هي النهاية بوحد طريقة اللي ما تبغيهاش تلعدوك لانه هاد النوع ديالعائلات و هاد النوع ديالعلاقات كي بدوك يسلبوا منكم طاقة طاقة تتخليكم واحد نهار في واحد درقنا اي وحدة كتعيش هادشي اليوم تدير شي حل راسا وما تقبلش الدل تكلي على الله وربي غي يسر الامور هذه كانت حكيتنا الليلة كانت من انا تكون لاتي اعجابكم ووصلتكم لعبرة فيها وغير بغيت نقول لكم بلي انا ربما ربما نتلقى وغدا ان شاء الله نعودكم على الكسر اللي كان هالأيام فتضمتوا في رعاية الله وحفظه سلام سلام موسيقى